السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعلم كيف يمكننا الوصول لقوائم التشغيل باستخدام تطبيق يوتيوب استيديو بعد تسجيل الدخول إلى يوتيوب استيديو من الشريط السفلي الموجود هنا سنختار بلاي لست ومن هنا يمكننا رؤية جميع قوائم التشغيل الموجودة في قناتنا وهي مرتبة حسب آخر فيديو تمت إضافته بالضغط هنا يمكننا تغيير طريقة ترتيب قوائم التشغيل ليكون الترتيب حسب تاريخ إنشاء القائمة أو الإبقاء على الترتيب حسب آخر فيديو تمت إضافته سنختار قائمة التشغيل هنا تظهر المعلومات الخاصة بقائمة التشغيل مثل العنوان وعدد مقاطع الفيديو داخلها ومستوى العرض لقائمة التشغيل وهنا جميع مقاطع الفيديو التي في قائمة التشغيل لتعديل معلومات القائمة سنضغط هنا يمكنك إضافة أو تعديل العنوان من هنا ومن هنا يمكنك إضافة وتعديل الوصف الخاص بالقائمة أيضا من هنا يمكنك تعديل مستوى العرض Public أي أن أي شخص يستطيع رؤية قائمة التشغيل الخاصة بك Unlisted يستطيع رؤية قائمة التشغيل أي شخص يملك الرابط الخاص بها Private أي فقط أنت من تستطيع رؤية قائمة التشغيل من هنا يمكنك اختيار آلية الترتيب مقاطع الفيديو الداخل القائمة ليكون الترتيب وفق تاريخ الإضافة حسب الأحدث تاريخ الإضافة حسب الأقدم الأكثر شهرة تاريخ النشر حسب الأحدث تاريخ النشر حسب الأقدم وأخيراً في حال أردنا حذف قائمة التشغيل سندغطه هنا موسيقى